السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم يا مشاهدي الكرام والكريمات إنني في مكان لوحدي أنا وربي ومن معي من الملائكة وأسمع شيئا من تغاريد العصافير والطيور سبحان الله العظيم كي اللي ساكن في الحي ديالو مدس ربعين سنة ومعارش هذه المنطقة هذه هذه المنطقة كانت ممنوعة في تمانينات وتسعينات وحتى في الألفين هذا بفش وصلها البني اللهم بارك الحمد لله راه ولو يدخلوا لها الناس وشموا هدو الهواء واللي بغا يجي يتكهنوا وينا عسم عرصاته راه مكل في اللات التي تسمى أرض الوزعة ما تسمى عند البعض النعيم ثلاثة ولا أربعة ولكن جاه الطريق ديالو توروت اللي هي مدراسات اللي هي القهوة ديالو توروت جاه الدوار الوزعة والحمد لله هذه الخيرات تقول لها والناس ما تجيش تشوفه تجيش تشمل هواه يوليداتها والحمد لله لا تدخل السيارة وتدخل هدا طريب بورتور دك الدراجة النارية ديالثلسة دروايض وتدخل كل شوانا الحمد لله جاي لها تنجري تقريبا من حي الوحدة واحد لهذا المنطقة هادي واحد سبعة كولومتر ولست عادية مازال ان شاء الله عز وجل غادي نطلع لهذا المناطق العالية منها صراح حرتات خلاص اللهم وبارك وتدخل صوت الرحمة لان الشتاء صوت رحمة الله والرعد والبرق صوت عذابه وتنعقلنا على هذه المنطقة هادي قريبا خمستاش العام هادي كنت مريت بها انا وشي لذا طليت شي عداء تبارك الله شي في فرنسا وشي راه في المانيا وشي راه في سعودية وشي راه في البحرين وشي مازال هنا يا منهم الأخ عبد العالي مسكين ولكن أينما تكونوا فثم وجه الله أينما تولوا فثم وجه الله وأينما تكونوا يدرككم الموت لو كنتم في برج مشيدة ولكن نسأل الله سبحانه وتعالى يبارك في حياتنا فتنتظروا ان شاء الله عز وجل المطار وكان اليوم تسعود وعشرين شهر احد عشر الفين واثين وعشرين في هذا الصباح فوق صدوحة كانت صلاة الاستسقاء ولكن رحمة الله واسعة ولكن تندير السبب فاللهم أغثنا يا رب العالمين اللهم اسقنا الغيث ولا جعلنا من القانطين يَا أَيُّهَا الَّذِينَ أَمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ يَا أَيُّهَا الْنَاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسْسَأَلُونَ بِهِ وَالَرْحَامُ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا أنا دب الآن كما يقولون باللغة العربية أنا لوحدي في هذا المكان وسيشهد علي هذا المكان الذي يوجد فيه الأخ عبد العالي لوحده من البشر ولكن ليس لوحده من المخلوقات التي لا ترى من الجن والملائكة وسيشهد عليك هذا المكان فسبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضى نفسه وزينة عرشه ومذاد كلماته يشهد علينا يوم القيامة نسأل الله أن يغفر لنا وأن يسقنا الغيث وأن لا يجعلنا من القانطين وإني أشارك معكم ترحلاتي وتنقلاتي في مجال الرياضة لأن منهم من قال أنني أذهب لعمل أو لتجارة أو لغرض ما فما أنا إلا للرياضة والرياضة أسلوب حياة والحمد لله أستنشق الهواء الطيب النقي وهذا من فضل الله جل وعلا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا فتنشرككم كل الأماكن التي أزورها بالرياضة فأفضل شيء لتسخيل الجسم وتنشط الدورة الدموية وتمنع ومنع تخطر الدم هي الرياضة الرياضة هي سبب النشاط الحيوية نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى يا أحباب السلام عليكم